اشتركوا في القناة اه بزوال الهموم والمشكلات اللي بتمر اللي بيمر بيها في حياته ودي طبعا يعني في بعض الحالات الرؤية دي ما بتبشرش بخير هنزكرها بالتفصيل وهي طبعا رؤية المطر في المنام المطر اه يعني يعتبر اصلاح الارض واصل الخلق لذلك اه هو بيدل على رحمة ربنا تعالى وعونه اه وفيه خير باذن الله طبعا عمتا عايز اذكر لكم ان طالما ان المطر ما كانش مؤذي في المنام ده بيبشر بخير ازا ما كانش مؤذي اه يعني كراعد كبرق ك يعني كم يعني بتنزل بدل المطر احجارة ربما كانت بتنزل بدل المطرة دم كل ده غير جيد ومن رأى غير محمودة غير كده المطرة حتى لو هادية حتى لو يعني وكانت شديد يعني ما كانتش مؤذية في المنام اه كانت مطرة خفيفة او كانت مطرة وسط وكانت هادية دي بتبشر الرأي باقتراب الفرق بتبشره اه بزوال الهموم اللي بيمر بيها في حياته ايا كانت او مشكلات كانت اه موجودة في حياته بتبشر الرأي اه بفيه رزق وفيه خير جيله من حيثه لا يحتسب ورؤية الماشي تحت المطر بالنسبة للمرأة اللي بتبحث عن رزق دي بتدل رؤية المطر على استجابة دعاء ربما يبشرها بزواج قريب ربما يبشرها بوظيفة اه في القريب العاجل بإذن الله هتغير حياتها للأفضل اما رؤية يعني لو مرأة بتمشي تحت المطر والمطر ده كان مؤذي ده ربما يدل على يعني كلام الناس عنها والقيل والقال اه اما غير كده ده يعني معناها ان شارح من رحيم رؤية المطر يعني او الاقتساب المطر او المطر الخفيف او الدعاء تحت المطر او شفت ان انت بتبكي بدون صوت تحت المطر ده بيبشرك ان شاء الله بالرزق بيبشر بالاستقرار بيبشر في تدبير شؤون حياة اسرتك بيبشرك بزواج الهموم بيبشر اه برحمة ربنا عز وجل بيبشر بيزن ربنا عز وجل يعني بعطف الناس اه عليه على الرأي وعلى الحالم ربما يدل ايضا على حمل قريب جدا باذن الله اللي اذا كانت مرأة متزوجة من فترة ولم تنجب وشافت في المنام ان هي بتدعو تحت المطر او بتبكي بكاء بدون صوت تحت المطر تستفشر خير على طول وطرف ان ان شاء الله في اه حمل قريب جدا ليها في الفترة المقبلة فالمطر في الحلم بيدل على الفرج ما لم يعني اذا ما كانش فيه ازا وما كانش فيه يعني كانت بتنزل بادة الماية دي دم او حجارة او كان مؤذي او كان الماية جديدة لدرجة ان هي ممكن اه الانسان يخاف منها في المنام دي بتكون رؤية غير محمودة ربما بتدل على مشاكل قد يتعرض لها الرأي ربما تدل على اه ازمات قد يتعرض لها الرأي ولازم على الرأي ان هو يستخيل ربنا عز وجل اه قبل ان يقبل على اي عمل حبا في الله ربنا بشاركم بكل خير اتمنى اه تكتبوا لنا احلامكم اسفل الفيديو علشان نفسر لكم فاسرع وقت وما تنسوش تشاركوا في القناة واتفعلوا الجرس علشان قارتكم تشاركوا كبير قدر منكم للناس وللقاء في داخل السلام عليكم ورحمة الله